تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية أطلقت اليوم المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية استراتيجية السلام المائية الهادفة إلى تطوير ثقافة السباحة وتشجيع روح التطوع والتلاحم الاجتماعي والحد من حالات الوفاة بالغرق والإصابة المرتبطة بها وتعزيز جاذبية السياحة المرتبطة بالماء وتعزيز الحفاظ على الشواطئ والبيئات البحرية وفقا لأفضل الممارسات المتبعة دوليا وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على أن إطلاق استراتيجية السلامة المائية تشكل خطوة بالغة الأهمية لجعل الترفيه وهواية السباحة في المياه المحيطة بمملكة البحرين آمنة للمواطنين والمقيمين وضيوف البلاد خاصة وأن مملكة البحرين تعد بيئة بحرية ارتبط بها الإنسان البحريني منذ القدم إلى جانب انتشار الينابيع والعيون العذبة والتي أصبحت مكونا جوهريا من مكونات تراثنا الوطني وتم إطلاق استراتيجية السلامة المائية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه اليوم بحضور سمو الشيخ نيلة بنت حمد بن إبراهيم الخليفة مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الصحفة والإعلام وقالت سمو الشيخ نيلة بنت حمد بن إبراهيم الخليفة أنه تم تدشين استراتيجية السلامة المائية بالاعتماد على خبرات دولية وكفاءات محلية قدمت المشورة والخبرة والمعرفة وأوضحت بأن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على بعض التحديات والتي عالجتها بطريقة بناءة كفرص تطوير لتساهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 20-30 وقالت سموها أن المؤسسة الملكية للإنقاذ وسلامة المائية قد حددت لتحقيق أهدافها خمس استراتيجيات تنفيذية وفقاً للمعايير المتبعة دولياً مع الحفاظ على خصوصية المجتمع البحريني يذكر أن المؤسسة الملكية للإنقاذ وسلامة المائية هي مؤسسة خيرية تأسست في أكتوبر من عام 2016 وتحظى بعضوية معترف بها في الاتحاد الدولي للإنقاذ وكافة التدريبات والشهادات التي توفرها المؤسسة الملكية للإنقاذ وسلامة المائية معتمدة من الاتحاد الدولي للإنقاذ ومعترف بها عالمياً يوم نحن سعيدين بتدشين المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية ونشكر سمو شيخة نيلة بتحمد بن إبراهيم على الخليفة على مبادرة في إنشاء هذه المؤسسة لا شك إحنا في البحرين عندنا المنتشآت السياحية التي فيها برك السباحة والمنتشآت السياحية التي تطل على البحر أو السواحل لا بد أن هناك يكون معايير واضحة واشتراطات تؤكد سلامة المقيمين والسواح في مملكة البحرين طبعاً التعاون اللي بينه وبين المؤسسة من خلال تصنيف الفنادق بيتم تطبيق هذه الاشتراطات والمعايير على جميع الفنادق في البرك السباحة وأيضاً الشواطئ والسواحل اللي موجودة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية هدفها تخفيف حالات الغرق في البحرين وبنفس الوقت أنها تجعل الشواطئ والبرك حول البحرين أكثر آمنة المؤسسة ستقوم بتدريب المنقدين في الفنادق وبنفس الوقت ستقوم بتدريب الشباب البحرينيين في مجال السلامة المائية